موسيقى من أوكراني أحييكم مشاهدين الكرام من قناة ويتي بي الأوكرانية في العاصمة كييف نشرة الأخبار أقدمها لكم أنا صفون جولاق وبدايتها بأبرز العنوين على خلفية التصعيد مع إيران البنتاجون يدرس إرسال خمسة آلاف جندي إلى الشرق الأوسط تجمع المهنيين السودانيين يعلن استعداد الثوار للإضراب والعصيان فاناسونيك اليابانية تنضم إلى قائمة المقاطعين لهواوي الصينية قال مسؤولان أمريكيان لوكالة رويترز إن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون تدرس طلبا من الجيش لإرسال خمسة آلاف جندي إضافي إلى الشرق الأوسط وأشار أحد المسؤولين إلى أن طبيعة القوات المطلوبة ستكون دفاعية يأتي هذا بالتزامن مع زيادة التوتر بين إيران والولايات المتحدة بعدما عززت واشنطن وجودها العسكرية في الشرق الأوسط الولايات المتحدة أرسلت حاملة طائرات وقاذفات بي 52 وصواريخ باتريوت في إطار استعراض للقوة ومواجهة ما يقول مسؤولون أمريكيون إنها تهديدات إيرانية للقوات والمصالح الأمريكية في المنطقة قال تجمع المهنيين السودانيين في تغريدة على تويتر إن منتسبيه مستعدون للإضراب العام والعصيان المدني الشامل لكسر شوكة العسكر وإسقاطهم على حد تعبير ما جاء في التغريدة وأضاف التجمع هو أحد مكونات إعلان قوى الحرية والتغيير الذي يقود الحراكة الشعبية في السودان أضاف أن العسكر ماضون في طريق من سبقوهم بعدم التسليم والتعنت في التفاوض ويأتي ذلك عقب إخفاق جولة أخرى من المفاوضات بين المجلس العسكري وتحالف قوى الحرية والتغيير في تجاوز عقبة رئاسة المجلس السيادي وكان تجمع المهنيين قد أعلن المضي في ترتيبات تنفيذ إضراب عن العمل وعصيان المدني واتهم المجلس العسكرية بمحاولة الوقوف أمام الثورة وإفراغها من محتواها وذلك من خلال تمسكه بأن يكون المجلس السيادي ذا أغلبية عسكرية وأن يكون رئيسه عسكرية من منصبها الوزاري استقالت زعيمة الأغلبية في مجلس العموم البريطاني أندريا ليدسوم وذلك رفضا لنهج الحكومة الذي ترى أنه لن يحقق خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي تأتي استقالة أندريا وسط حالة من الغضب بين نواب حزب المحافظين من خطة بريكست التي تصر عليها زعيمة حزب المحافظين ورئيسة الوزراء تيريزا مي عدد من وزراء الحكومة أكدوا لبي بي سي أن رئيسة الوزراء لا تستطيع البقاء في منصبها وقال أحدهم إنها نهاية المطاف تستعد أوكرانيا لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة في الحادي والعشرين من شهر تموز يوليو المقبل حيث تقدم اللجنة المركزية للانتخابات إحاطة عن تنظيمها استعدادات تأتي بعد قرار الرئيس الأوكراني ولوديمير زيلنسكي حل البرلمان الأوكراني لجنة الانتخابات المركزية أكدت استعدادها لتنفيذ كافة المهام الموكلة إليها من أجل إجراء الانتخابات الاستثنائية في الحادي والعشرين يوليو 2019 كما لفتت اللجنة إلى العديد من القضايا المهمة لضمائن إجراء الانتخابات وهي قوانين الانتخابات القديمة بالإضافة إلى قانون المشتريات العامة إلى شرق أوكرانيا حيث أصيب جندي أوكراني بجروح خلال 24 ساعة الماضية في إقليم الدنباس القوات الروسية استهدفت المواقع الأوكرانية خمسة مرات مستخدمة في مرتين منها الأسلحة المحظورة بموجب اتفاقات مينسك أفاد بيان لقيادة القوات الموحدة بأن المسلحين الموالين لروسيا قصفوا مواقع الجيش الأوكراني في منطقة الزولطوي بالمدفعية ومدافع الهاون ذات العيار الثقيل كما تعرضت المواقع الأوكرانية في نوفو أليكساندروفكا لقصف بقذائف الهاون أيضا واستخدم العدو قاذفات القنابل والأسلحة الرشاشة بالقرب من مارينكا وبوباسنا وفقا للاستخبارات العسكرية الأوكرانية فقد قتل مسلحان جراء المعارك ووصيب آخر بجروح كما دمرت أيضا ناقلة جند مدرعة وشاحنة عسكرية تابعة للمسلحين عرف وزير الدفاع الأوكراني اليوم برئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية رسلان خمشاك الذي عين من قبل الرئيس ولوديمر زيلينسكي مؤخرا خمشاك حدد أولويات عدة لعمله على رأسها صد العدوان العسكري من قبل الاتحاد الروسي وزيادة القدرات العسكرية الأوكرانية وإجراء الإصلاحات الضرورية لذلك كما ركز خمشاك على أهمية تطبيق القوات المسلحة للمعايير اليورو أطلسية وأن تطبق أيضا معايير الناتو حتى نهاية العام 2020 كما شدد رئيس هيئة الأركان على أن الحفاظ على أرواح وصحة أفراد القوات المسلحة الأوكرانية من أولوياته أيضا مهمتنا هي القضاء على مبادئ التحكم والتسلط في صفوف القوات المسلحة وممارسة الكيل بمكالين نسعى لاستبدال هذه المفاهيم وتنفيذ المهام والواجبات على أكمل وجه إلى جانب ذلك نريد ضمان عمل الإدارة الرئيسة بين ضباط القوات المسلحة الأوكرانية على جميع المستويات وكذلك ضمان حقوق وواجبات جميع القادة والرؤساء العسكريين وفقا للقوانين الأوكرانية بمناسبة مرور 95 عاما على إنشائه شهد مطار كييف افتتاح مساحة إضافية من بواباته المخصصة للمسافرين وبهذا يصبح قادرا على زيادة أعداد المسافرين عبره بواقع الضعف إدارة المطار حارصت على زيادة مستوى الخدمات والراحة في المطار ومن ذلك زيادة أعداد المنافذ الحدودية وممرات التفتيش والتسجيل إضافة إلى زيادة المساحة المخصصة لركن السيارات قرب المطار سنضاعف أعداد المسافرين المسافر اليوم يحصل على المزيد من الراحة والخدمات استثمرنا هنا نحو 630 مليون هريبنا والشركات الخاصة تضاعف أعداد ركبها يوميا بواقع 1300 مسافر تقريبا قررت شركة الإلكترونيات اليابانية الشهيرة باناسونيك تعليق كل أعمالها مع شركة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي و 68 شركة أخرى تابعة لها وذلك امتثالا للحظر الأمريكي المفروض على الشركة الصينية وقالت باناسونيك أنها أوقفت شحن مكونات معينة إلى هواوي وأوضحت أن الحظر الأمريكي ينطبق على أي منتجات تشتمل على 25% أو أكثر من التكنولوجيا أو المكونات الأمريكية جاء هذا بعد يوم من إعلان أربع شركات يابانية وبريطانية كبرى في مجال الهاتف المحمول عن تأجيل قرارها بشأن السماح ببيع هواتف هواوي بتقنيات الجيل الخامس الجديدة بهذا تنضم باناسونيك إلى قائمة متزايدة من الشركات التي تنأى بنفسها عن التعامل مع العملاق الصيني بعد الحظر الأمريكي عليها بسبب ما يقال إنها مخاوف تتعلق بالأمن القومي مزيد من الأخبار والتقارير والمعلومات تجدونها على موقعنا الإلكتروني نهاية نشرتنا لهذا اليوم قدمناها لكم من قناة UATV الأوكرانية في العاصمة كييف مشاهدين شكرا لكم تابعونا على الشاشة وعلى الموقع وكذلك يوتيوب، تويتر، فيسبوك وإنستغرام في أمان الله اشتركوا في القناة